نجي نتكلم عن الإنصاف وأنا أتكلم عن عدم الإنصاف زي ما حنشوف لما تكلم عن الوصول بتكلم عن الناس اللي بتتحليهم فرصة استفيدوا من فرصة التعليم دي الناس اللي بصلوا للمدرسة هم منه يجب أن نتساءل يعني لأنه الأرقام دي دي مجرد أرقام يعني لما أقول لك 80% قاعدين في المدرسة ده رقم وقد ننبهر بيو لكن 80% دي هم منه ياتشريحة من المجتمع السوداني هنشوف هنا أمثلة يعني ما نقبل الحقائق فنبدأ بالتعليم قبل المدرسة ففي سنة 2017 بالنسبة للسودان يقال دي إحصائيات مجمعة لكن عندي عالية تحفظ حوالي 46% يقول 46% من الأطفال عمره 4 إلى 5 سنوات تعالى من الروض دي دي قاعدين استفيدوا من فرص التعليم دي لكن هو المجموعة دي لما نشيل الـ 46% دي فون ناس عمرهم 7 سنين وناس عمرهم 6 ما قلنهم 4 أو 5 لو شيت 4 أو 5 بس بتجد النسبة أقل من كده بكتير ما بعرف أنا كم لكن بجد تأكيد ما 46% لكن نفترض أنه 46% نفترض أنه 46% هنلاقي في سبع ولايات فوق المتوسط دي على السودان 46% الأربعة و خمسة سنوات ديل تتراوح النسبة بين 96% في نهر النيل أو الشمالية ما أذكر و 52% في سبع ولايات في ما تبقى من ولايات 11% 11% ها أقصد 11 ولاية النسبة أقل من المتوسط للسودان 44% لغاية ما تصل 18.6% فقط شوف ده مقارنة بالمتوسط متاع 46% عندنا في غرب دارفور 19% تقريبا ده مقصد بيه بعدما الإنصاف التفاوض توزيع الفرص معادل ظلم واضح ويجب أن نعترف بيه ونعمل على تلافيه ومعالجته من عاين لسا هاي فلكن لما نعاين 46% حال الأخير نفتكر أنه في كل السودان 46% من أطفال 4-5 سنين لاجئين فرصة يدخلوا الروضة الكلام ده ما صحيح ونحن عارفين الملاحظة العامة بتجد الروضات أغلبة في المدب لكن لما تمشي الريف لقصة ثانية أيضا نستمر في نشوف عدم الإنصاف ده قبل المدرسة بين الحضر والريف وبرضه بين البنات والأولاد البنين والبنات فنشوف في الحضر النسبة ما في فريق كبير بيناتهم 83% و8% لكن لما انتجي في الريف 53% و49% ده الأطفال اللي بدخلوا أولى أساس في واحدين منهم لجوا فرصة بتاعة روضة وفي واحدين منهم ما لجوا لكن واضح الفريق كبير جدا بين المدن والريف وطبعا يا جماعة في عالميا وزي ما انتوا عارفين أنا متأكد لكن بسأل واحد يقوله للتاريخ زي ما يقوله السنتين بتاعة الريف ده ديل عندهم تأثير حاسم على تحصيل الطف لما ندخل المرحلة الابتدائية وكلها بتوري أنه الأطفال البيو في سنقولة ديل الفريق في أداؤهم في تحصيلهم يعتمد لحد كبير أنهم هم يدعرضوا لتجربة بتاعة روضة ولا ما يدعرضوا فإذا الأطفال ما يدعرضوا له الروضة دية بيكون حظهم أقل من رصفاءهم في اللي دخلوا الروضة في أداؤهم ونجي مرحلة الأساس في مرحلة الأساس بالنسبة للسودان بيقولوا تلاتة وسبعين ونصف في المية ديل لقوا بيقولوا يكونوا في مرحلة الأساس ده العمر بتاع ستة لطهر سنة تلاتة وسبعين في المية لكن برضو عدم الإنصاب في توزيح هذه الفرص في عشر ولايات بنجل نسبة أكبر من المتوسط تتراوح بين تزعين في المية تغريبا وسبعة وسبعين في المية أما في تمانية ولايات فالنسبة تتراوح أقل من المتوسط لكن بين حوة سبعين واثنين وسبعين في المية تغريبا وواحد وخمسين في المية وفي خمستاشر ولاية بنجد أنه النسبة بتاعت البنين بتفوق ده الفرق في الجنسانية الجندر فالفرق في فرق بين الحضر في توزيع الفرص سوء توزيع الفرص عدم العدالة في توزيع الفرص بين الحضر والريف وبين الذكور والإنص البنات والأولاد وفي بعد ثاني هنتعرف له وبعدين نجي في مرحلة الثانوي نفس الشي المتوسط بالنسبة للسودان أربعين في المية من الناس العمرهم أربع تاشر لستاشر سنة ده الأسالة تحت ثلاث سنين ثمانية سنين وثلاث سنين ما النظام الجديد السلم التعليمي القديم الحسة الماشدة فديل حوالي أربعين في المية منهم من الفئة العمرية دي داخل المدرسة في نجي في ستة ولايات النسبة أكتر أعلى من المتوسط لكن في إتناشر ولاية النسبة تتراوح بين تزعة وتلاتين وعشرين في المية لغارن النسبة دي بالمتوسط المتوسط فعدم العدالة واضح شديد وبرضا أيضا في فرق بين العدد النسبة للبنات والأولاد الموجودين في تمانية ولايات في بعض الأحيان يعني مثلا في ولاية القضارف العدد البنات يعني في كل مية إذا في مية من الأولاد لغوا فرصة في فرصة التعليم في الثانوي بنلقى على البنات تمانين بس الفرق عشرين في المية عشرون نقطة مقوية أيضا لما نحن نتكلم أن التعليم يكون فيه إنصاف أنت ما ممكن تخلي لي المدرسة المدرسين كل الحد الأدنى للتأهيل هو بكالريوس فما ممكن تخلي لي في المدرسة والأولاد يكون مدرب يكون في مدرسة كل المعلمين فيها عندهم البكالريوس ومدربين وتجي في مدرسة ثانية تجي عدد المدرسين المأهلين بسيط جدا أغلبهم أكمل الشهادة الثانوية فقط وما مدربين هذا يكون في عدد منصاف لأنه إن نوعية التعليم التي تقدموا في المدرسة دي ما زي نوعه التي تقدموا في المدرسة الثانية فمثلا 64% من المعلمين في مرحلة الأساس مدربين معناتها في 36% دي المام مدربين وأداهم حيكون ضعيف وده حيأثر على جودة العليم الحنجية بعدين ونجد أنه في تماني ولايات النسبة تحت المدربين تتراوح بين 60 و 35 أيضا في غرب دارفور في مرحلة الثانوي السادزة المدربين 66% لكن في خمسة ولايات النسبة تقل عن المتوسط عدم الإنصاف في المعلمين المدربين نجي نتكلم عن التربية الخاصة يما في كتير المفروض أنا أتكلم عنه لكن ما هكدر أتكلم عن كل حالة ما هكدر أتكلم بإسهاب عن مثلا الهيئة الخاصة أطفالنا في الرحل النازحين فأعزلوني فلكن في نهاية الأمر قلتوا بتكونوا عندكم فكرة كويسة أن الحاصل في المنظومة التعليمية دي شنو فبالنسبة للتربية الخاصة العدد بتاعهم وده لأن الإحصائيات ما دقيقة هو أكبر من كدب كثير لكن حسب الإحصائيات المتوفرة في 34 ألف سنعف 17 المعلمين متاعنهم 1323 معناته بواقع 26 معلم لأصحاب الإحصائيات الخاصة في الولاية 26 لكن بنجد أنه في 9 ولايات من الـ 18 ولاية في نصف الولايات العدد بيقل عن الـ 26 وفي أكتر من ولاية ما فيها ولا معلم واحد متاع إحتياجات خاصة ولا واحد صفر فوضع يعني مقلق وده الأكتر ناس في حوجة إلى أنه الناس تساعدهم وبعدين في نهاية الأمر ما ننسى أنه ده حق من حقوقهم داير أدخل بعد تاني في الأدم الإنصاب ده داير يشوف يا الله الفرص دي بتوزع بالنسبة لكل أطفال بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي يعني من أسرة فقيرة ولا أسرة متوسطة الثراء ولا مفروض التعليم ليكون فتميز ولا على أساس خلفية اجتماعية اقتصادية ولا على أساس معتقد ولا على أساس نوع ما في تميز من التعليم يتعامل مع كل الأطفال أذكر أنه ما هو أعمى ما فشوفه وزاد ولكن نجد أنه يعني لو نظرنا إلى جمن مئة شخص ووزعناهم على خمسة أقوام أقلنا عشرين منهم وأفقر عشرين أربعين وما بين الفقر الفغراء والأغنياء ثلاثة أنا ما أقول كل الأكسيمادي الفئات يحصل فيه شنو لكن قارن أقنى عشرين حظوز توزيع الفرص للأطفال اللي بينتموا لأقنى عشرين أسرة وأفقر عشرين أسرة فنجد أنه الصفة الأول بالنسبة لأفقر عشرين في المية واحد تمانين في المية من الأطفال بيجدوا فرصة يدخلوا سنة أولى الصفة الأول مقارنة بتغريبة مية في المية لأغني عشرين كلهم ولكن هل هل يستمر لغاية نهاية المرحلة الأساس الأساس الثامن الصفة الثامن ولا بتصاقطه نجد أنه بالنسبة للأسر الأطفال اللي بينتموا إلى أسر فقيرة تتضاءل هذه النسبة لأربعة وثلاثين في المية وده من الكثير من يقول لك المدارس فيها تسرب ما كل الأطفال بيتسربوا بيتسربوا الأطفال من الأسر الفقيرة وهذه ما تقول هذه الإحصائيات لما تنشل الأسرة اللغنية تسربوا البعض لكن إلى الآن في 93% من 99 وصل الفصل الثامن أقمل مرحلة الأساس لو تتذكروا مرة فيه قبل سنتين كان المدير التعليم فيه كسلة واللوالي ما بتذكر أعلن قال عنده تسرب يصل إلى 85% من الأطفال يعني يدخلوا 100% الصف الأول لما يصلوا الصف الثامن يكونوا 15% لكن ديل منهم ديل بنات وأولاد الفقراء شوفت الفقر والجهل الانتقال البيمشي نحن عارفين الماعون بتاع المرحلة الثانوية ضيق ونجد أن البصل بانتقل من الأساس إلى الصف الأول الثانوي تزعى من كل مية من الأطفال الأسر الفقيرة في تزعى فقط بصلوا إدخلوا سنة أول ثانوي بالمقابل 77% من الأطفال اللي بنتموا إلى أسر محظوظة شوية اقتصادياً بصلوا إلى أول ثانوي والبيكمل الثانوي من الأسر الفقيرة في كل مية بصلوا اثنين وبالأسر الغنية في كل مية بصلوا اربعة وستين وطبعاً ده كله ده نحن عايزين كلهم مية بغض النظر نحن ما بنهتم خلفيته غني ولا فقير ولا ده ما همنا همنا كلهم نوفر لهم تعليم جيد كلهم مية في المية لكن ده ما الحاصل لا كان غني لكان فقير لكن الوضع بالنسبة للفقراء عاوز معالجة خاصة وبنسبة لأولاد الأغنياء وبنات الأغنياء برضو عاوز معالجة والدولة يجب أن تلتزم بأنه تعالز وضعه ما لتنين لكن في توزيعك لمواردك التي تكون غالبا شحيحة أنت لازم تودي جزء أكبر نسبيا للأسر المتضررة بالصورة واضحة من سوء توزيع فرص التعليم نقوم هنا ندخل بعدين عشان نشوف عدم الإنصاف اللي هو السروة والنوع بنات وأولاد وغني وفغير أوكي فنجد أنه وحضر وريف عشان الكلام كتير في الحقيقة لكن المهم بشوفه من الأرغام دي أنه الفرق في الحضر والريف والبنين والبنات واضح جدا والصورة والصورة أموما أنا أستطيع أن أجملة بأن نقول أكثر الأطفال المعرضين بأنه يفقدوا فرصهم في التعليم هم ناس الريف الفقراء والبت البت الجاية من الريف ومن أسر فقيرة حظة دئير جدا في أنه تنقليف في التعليم دخل أسطر الموضوع ده كل نفس الشيء بمرحلة الأساس منقلي فيه عشان بعدين أيضا إذا الأرغام دي ممكن تنظر لهم منظور تاني بين الأقاليم الأقاليم نتستمر الخمسة العالم الأقاليم المعروفة دي الشمال والشرب والأوسط والجنوب الغرب أي برضو حنلاقي أن السوء التوزيع متع فرص التعليم عدم العدالة عندكم يعني ما في داعي أنا لكن الفرق يعني الأقاليم بتاع الشمال هو أخسر الأقاليم ده كله بالنسبة ونحن نقول دائما نعاين نحن دارين مية في المية لكن بنجأ مثلا الناس البصل في الصف الحداشر الأولاد والبنات البصل في الصف الحداشر هم في شمال زي حالي 41 من مية ولكن بتلاقي أنه في الشرب وفي الجنوب جنوب دارفور جنوب كردوفان بتلجأ حوالي أربعة أربعة وخمسة فغلت فأيضا الفرغات بين الأقاليم فرص الاستبغاء التسرب ما نجي فرور كثير لكن هي نفس الصورة نجي للجودة بتاعت التعليم الجودة دي فيها مشكلة التربويين ما متفقين تماما أنه لما نتكلم عن الجودة هل ممكن تديني له تعريف ما في شيء متفق عليه لكن في معايير يعني مثلا أشوف الإنفاق كم أشوف نسبة التلاميذ في الصف كم أشوف نسبة التلاميذ للمعلم كم أشوف الكتب درجة توفرة يعني في عدد من المؤشرات فأنا بالسرعة سريعة سأمر على بعضها لكن سأتوقف عند مؤشر غاية الأهمية وهو في النهاية المؤشر الحاسم فأما فيما يقتص ب مثلا عدد التلاميذ في الصف في مرحلة الأساس السودان المتوسط 44 في السودان كله أشوف كل الأطفال يجمعهم وأكسمهم على عدد الصفوف بل باقي 44 لكن 13 ولاية المتوسط بتاع الأطفال في الصف يفوق 44 في وحدهم يزيدوا من الستين وكعارفين نحن في وحدهم 80 ففي مشاكل المتوسطات الإحصائيات المتوسط ما مفيدة كثير بس فقط توريك أنت عاجز قدر شنو أنا ما مرد يكون 40 المتوسط في العالم 30 35 نحن عندنا 44 في يبدأ أن نحن ما بعيدين من المتوسط العالمي لكن لما تعاين جوه تفتش في الولايات تجد بلاوي زي ما هو الصور توريكم كلهم 13 ولاية الخط الأسود العفق هو المتوسط 44 لكن شوف زي مثلا الشمال دارفور أكتر من 60 في السنو الأكاديمي المتوسط 53 طالب في الصف ولكن هناك في 8 ولايات فوق المتوسط التدريب والتأهيل نفس الشيء يعني في مراحلة الأساس بنقى فيه 26% من المعلمين بتاعتنا الأساس عندهم بكالوريوس مفروض يكونوا 100% حددت الدولة قالت المؤهل حد الأدنى للمؤهل عشان أنت تكون معلم في أي مرحلة أساس أو ثانوي هو البكالوريوس وفتشنا البكالوريوس دي بنلقى أدادهم قليل جدا لأن عندهم بكالوريوس تربية اللي هما يعني أعدهم عشان يكونوا معلمين فيه كتيرين جدا بيكون خرج علوم خرج آداب خرج إلى آخر هي اقتصاد كتيرين وفوعدين ثانوي زي ما قلنا وفي الثانوي الوضع أحسن لأنه 60% هم عندهم المؤهل بدعاء البكالوريوس لكن 60% عندهم شهد ثانوي بس بغلوليوس ما في نجل الكتب دق أيضا مؤشر بمؤشرات جودات التعليم بصورة عامة بنلقى أنه في مثلا الإلوم والرياضيات واللغة العربية واللغة الإنجليزية كل اتنين بالنسبة للرياضي كل اتنين في صف بقاس المشترك في كتاب وتلاتة في اللغة العربية العلوم أربعة في كتاب وأما الإنجليزية ستة في كتاب فده بكر ديك يعني مؤشر إلى أنه حظة طلبة ديك في أنهم يعني مهما هم اتهدوا وثابروا صعب أنك تكون أربعة أو خمسة في كتاب تقدر يكون أدائك متميز ولكن إذا نظرنا لكل لأحادي العلوم والفرق بين الولايات داك كما يقول لكم دائما المتوسط بيكون تحت في أشياء أخرى فمثلا في الأغليم الشمالي وضعهم في الثلاثة علوم دي العلوم والرياضيات العربية ممتاز كل طفل عنده كتاب لكن الإنجليزية كله ثلاثة أما بالنسبة لغرب دارفور فمنجد أنه شو عدد يعني دي الحظ في أنه مقدر إلى قلة فرصة عشان اطلع على الكتاب ضعيف جدا وإذا جاء أداء هؤلاء التلاميذ من هذه الولاية أداء ضعيف يجب أن لا نندهش لأنه إذا نظرنا على عدد المعلمين المدربين المؤهلين العدد الكتب بالنسبة لهم كلهم في هذه الولاية يعني وضعهم ضعيف جدا وضعهم بائس بقى أجل المؤشر الحاسم والخطير لأنه في نهاية الأمر أنا أشوف مخرجات التعليم أنت مركتلي بعد حملت أربع سنين خمس سنين ثلاثة سنين إذا علمت شنو أشوفك تعلمت حاجة هذا المحق عندك ثلاثة كتب كتاب لكل ثلاثة كتاب لكل واحد كتاب لكل سبعة هذا ننساوه لما نجي تشوف أنت تعلمت شنو نجي نقول الأسباب لماذا تتعلم هذا ما تتعلم فهي برنامج عندنا هنا في السودان اسمه تقييم المفروض يكون فيه تقييم تقييم التعليم الوطني اسمه كده بيعملوا بدوا سنة 14 ويقرروا تقريبا كل سنتين بيشيلوا الطلاب بتاع الصفة التالت ويعملون اختبار قراءة واختبار بتاع حساب فمثلا في اختبار القراءة والبرنامج جدت على القراءة اسمه اقرأ وهو يعني على النطاق الوطن العربي فطبقه في سنة 2015 14 إلى 15 على عدد من الدول العربية أنا هنا دم مجرد أمثلة فبنلقى بالنسبة للسودان في أربعين في المية ده في الصفة التالتة يا جماعة الصفة التالت أساس في كل عشرة في أربعة ما بيعرفوا يقروا ولا كلمة ولا كلمة بدون نص مش غابل نص بأول بدون بالحروف بدون مية حرف لأنه مية حرف ليه باتساعدة من كده لكن مشكلات وبقول له الديناء أسماء الحروف دي أجرى جدر ما تجرى بعدين في بيشوفوه بيعمل بيجرى كمحرف صاح الطلبة دال ولا بيعرفوا الحروف وصل الصفة التالي كاف جرى تاريخ كاف حفظ الله يمكن حفظ ممكن تحفظ لأنه أنا شبت له زمان واحد بيحفظ أغاني هندية لكن ما بيعرف هندي فأنت ممكن تحفظ وتسمع وتجيب مية من مية أنت ما بتعرف أي حال ديل ما بيعرفوا الحروف أربعين في المية مقارنة ببلدان زي اليمن والأردن والمصر في حدود اليمن التي فيها الحرب بليها كم سنة بسبعة عشرين في المية السودان الربعين في المية من أطفالنا في الصفة التالية لا يستطيعون أن يقرؤوا لم يتعلموا طبعا اللغة العربية هي لغة التدريس إذا انت هم بتعرف لغة عربية بالضرورة أنت ما تعلمت تاريخ ما تعلمت جغرافيا ما تعلمت علوم ما عندك طريقة هذا هو الوضع فلما نتكلم عنه والتعليم أنسى كتب وأنسى معلم مدرب وهنا غير مدرب ولا مدرب دي تكبى قصة تانية دي كارثة نجي نشوف الحساب الحساب في مستويين هو جمع طريح بس ما في أطريب مكين وبرضه يتدوم أشكال يعرف على الأشكال لكن بس نجيه في ذلك في مستوى أول ومستوى تاني المستوى الأول بيكون جمع وطرح رغمين من عدد واحدة يعني سبعة زائد يعني الأربعة ما في أكثر من تزع والمستوى التاني اتناشر زائد أربعتاشر من رغمين بيسألوا من رغمين أجمع لي دين فبنلاقي أنه في ستة وربعين في المية في المستوى الأول ستة وربعين في المية من طلاب السنة الثالثة ما بيعرف يقول ليك سبعة زائد خمسة كم واربعين في المية تقول لي سبعة ناقص أربعة ما بي أجابه خطأ أما بالنسبة للمستوى التاني زي ما قلنا اتناشر زائد ثلاثتاشر سبعتاشر ناقص اتناشر طريح جمعا من العدد من الرغمين تتضاءل النسبة لحوالي ثمانية وثلاثين في المية للجمع واربع وعشرين في المية بالنسبة لل دين بيجيبوا الإجابة الصحيحة فإذن نحن نستطيع أن نقول أنه هل ده تعليم جيد تسموه زي ما دالين تسموه لكن ده الحاصل ده عندنا ويجب أن نقيف عنده لأنه لما نأجي الوزير بعدين في وزراء الولايات كانوا زمان بيجوا في المرحب تحت الأشياء تلأساس ويقول نسبة النجاح تمانية وثمانين في المية وناسي أنه الطلبة ديل ما بعرفوا اللغة بتاعته اللغة الأم ما بعرفوها اللغة العربية والبقربيها فكله كذب البقول نسبة النجاح تمانية وثمانين في المية ده كلام فارق وهو عارف الحقيقة دي يكذب على الناس أولاكم قاعدين يتعلمون بكل أسف لا يتعلمون نجي للشهادة الثانوية جودات التعليم نفس القصة بيجو المؤتمر الصحفي النسبة بتاعت النجاح تسعة وسبعين ولا كم تذكر كم سبعين في المية نسبة النجاح ولكن ننسى أنه الحكاية دي حصلت لها طبخة دي ما النتائج الحقيقية طبخت وعدت زي المؤامرة بتاعت الانقلابات دي شفتها بالليل يدبر الأشياء ويجي في الصباح نجق وضع تاني والجماهير ما عارف حاجة نحتفل بالمئة الأوائل ونوديهم جائزة خلوهمش يحجوا ونتكلم نكرم المدرسة الأولى يا جماه خلونا نشوف الواقع الواقع النتائج المطبوخة دي بيحصل السنوب بيجيبوا دي النتيجة كده بعدين في حاجة اسمها معالجة إحصائية المعالجة إحصائية دي بيشوفوا أنه الطلبة راسبين الرسوب الشنيع في مادة معين دي ما بنقدر نوريها الجماهير ما بنقدر نقوم نعمل معالجة إحصائية نرفعهم كل الراسبين يكونوا 80% منهم نجحوا في المادة فأنا هنا أديكم أمثلة فقط بالنسبة للغة العربية ونحن نشوفنا اللغة العربية الحاصلة مننا الأساس في شنو فإذا نتوقع أنه لما نصل الشهادة الثانوية المشكلة تكون باغية ما تروح تروح بين دي دروس خصوصية أو المخصوصية ما تروح فنجد أن في النسبة في الولايات لما نشوف الولايات في 51% فقط الذين نجحوا في امتحان الأغة العربية في الشهادة الثانوية من كل الولايات في ولاية 51 نهر الميل وفي ولاية ثانية نفتقر الشمال الشمالية 50 16 ولاية جميع الطلاب رسبوا في اللغة العربية ونجد أنه نسبة النجاح في وصف درفور ولاية وصف درفور 34 بالنتيجة الحقيقية طبعاً هي مسألة المعايير الإحصائية دي ما بدعة لأنه في وضع تعليمي عادي مثلاً في الجامعة أنا خلفتي رياضيات ونجي نجقى أنه النسبة بتاعت الرسوب في امتحان معين كبيرة جداً مغارنة بالسنة الفاتت مثلاً نقول ليه في العلم ده في المادة دي ليه زمان كان نسبة الرسوب 14 في المئة حسناً 60 في المئة لازم تقيف عند الحكاية دي نجي نقول هل يا جماعة الامتحان بتاع المرة دي صعب؟ هل الطلبة ما أكمل المقرر والامتحان بشامل المقرر؟ الأسباب شنو؟ لما نجأ نلقى أنه الأسباب لا تعود لأنه الطالب ما اتهد ولا الطالب ما توفر له كتاب ولا لا أنه المشكلة الامتحان كان صعب جداً نقول نتخذ غرار نقول نعمل معالجة احصائية لنتدارق موقف معين لكن هنا المعالجة الاحصائية بتحصل كل سنة وكل سنة الامتحان يهو ذات العسل الفاتح يعني مثلاً في الرياضيات الامتحان على ماذا؟ خمسطعج عشرين سنة ياهو نفس الأسئلة البتلقافي المريح والبتلقافي الرايد والبتغير الأرقام فقط لكن السؤال يهو السؤال فإذن ما في حاجة اسمه امتحان السنة الصعب ولا ما شمل المغرر ولا ما شمل ما فيه الطلبة يا جماعة ما قاعدين يتعلموا وده ما زنبهم ده زنب القائمين على أمر التعليم لكن يجب أن نعترف وقام من لو حتى حس السنة الجاية دي لو دارين نعمل المعالجة الإحصائية وندي نعلن النتيجة دي نحن لازم نكون معترفين بالنتيجة الواقعية ونعالية يجب أن نعالج الموقف هل لأن المعلمين ما مدربين ده السبب هل لأن ما مؤهلين هل لأن في مدارس أصلا ما فيها مدرس بتاع المادة الفلانية هل لأن الكتب البدو 18 طفل 18 طالب في كتاب ده السبب بتاع الضحف بتاع اللغة الإنجليزية لازم تفكر في المشكلة وتتعرف عليها وتجد ليها حلول لكن ما تجي تنفخ صدرك وتجي تقول أنا جاء المية الأوائل دي كلهم جاء بيهن 95% ده كلام فارغ وراع وغش النقوش المتمع كله والدولة تقوم على أساس ده ده ناتج ده اللي رأس المالنا البشري هل نعتمد عليه عشان ننمو عشان نزدهر ما ممكن بالجهل نزدهر وبلغش فإذن هذا الأمر فيما اختص بال الجودة بتاعت التعليم ودي برضو نسب تانية بتوريك أعلى نسبة تحصوا عليه في مواجه كله ضعيف للغاية نجي فيما سميته أنا السمة الأخيرة اللي هي الخلل البنيوي في التعليم منظمة التعليم عندنا يتمثل في الآتي كان سنة واحد ستين أو واحد ستين لا أذكر تحديداً كان منظمة الدول الأفريغية حتى الانتحاد الأفريغي تقرر أنه يكون فيه مؤتمر لوزراء التربية في هذا سبب ويتمع هذا هؤلاء الزراء وكان أهم توصية في ذلك المؤتمر تخذوها قالوا أنه لازم في المرحلة الثانوية نسبة طلاب التعليم الفني الثانوي يجب أن تكون ستين في المئة ده سنة ستين واحد وستين ونحن سنة ربعة وتزعين خمسة وتزعين كانت حداشر في المئة أصد ما حصلت تلاتين في المئة أصد ولكن اليوم النسبة عندنا نتنين الأفريغية وثمانتاشر التعليم طلبة التعليم الفني في الثانوي ثلاثة في المئة من موني والطلاب عشان كده الناس في المدن ما لاقل لنه سباق ما لاقل لنه قهر ربجي ما لاقل لنه كان عندنا المحهد الفني بيخرج فنيين قاموا ادامروا على عمله جامعة وما حلوا ما حلوا حاجة غيره خلوا البلد عيانا ما فيه ما فتعليه فني ثلاثة في المئة فده الخلل البنيوي يعني ده نظام تعليم قائم على الكراعة واحدة فده المشكلة هنا نجي للمستقبل واشوفنا الصورة القاتمة وارجو ان تلاحظوا انه انا ما حاولت انتقي يعني اشوف فيه حتات فيها ضعف فيه حتات فيها عشان اعرضها عليكم ده ما الهدف كنا تمنى ان تكون الصورة زاهية وباهية لكن انا بدي بتكلم انتكلم مرحلة الاساس بشوفها بمجملة متوسط فيها شنو وبشوف داخل الولايات فيشنو وبشوف الحاصل للغني والفغير شنو وبشوف شو الحاصل للبنات شنو للأولاد شنو يعني الصورة عامة ده الوضع الذي يجب ان نعترف به صورة قاتمة دائرة مجهود جبار والمجهود ده من الجميع فحسن نجي نشوف ندعامل كيف مع الوضع ده وده الحاجة الان عاوز يعني اطرحها و نذهب الى الاقاليم بعد ان يكون فكروا يعني املا في انهم شاهدوا المؤتمر الصحبي ده او بكرة يقلوا عنهم ويفكروا فيه ويقعدوا مع بعض نعم دارين اصحاب المصلحة في التعليم يقعدوا مع بعض الحكومة عندها مصلحة اولياء الامور عندهم مصلحة المعلمين مدراء التعليم التربويين كلهم ده عندهم مصلحة في التعليم دارين يجب من ممثلين لبعض في كل محلية في كل ولاية ويتفاقروا في الامور دي يا جماعة ده الواقع كده ويمكن الوزير ده ذاته ما قدانا الصور نحن عندنا اسوأ من كده فيه واللي يقول لا والله نحن وضعنا احسن لكن كله سيء طيب نسوي شنو نعمل شنو الرؤية دي اللي هو طرحة دي لازم نحدث فيها الرأي نديه اراء اخرى نقول معقولة ممكن ندعمه كيف الى آخره نحن بالنسبة لينا نرجع للالتزام العملته الحكومة السابقة الهدف بتاعتنى المستدامة الرابع ده وقعت عليه لذا وقعت عليه الحكومة اي حكومة اي احسن الحكومة الانتقالية ملتزمة بهذا الهدف الهدف الرابع التعليم الذي يقول ببساطة شيء جدا انه الهدف هو ضمان التعليم الجيد وجيد دي لازم نخد تحت التلتاشر خط تعليم جيد ومنصف توزيع الفرص لازم يكون منصف وده مش مجرد انه في المدرسة يكون فيه ده مش انصاف هنا بس ما بتوقف هنا ما اعدي واحد كله تلميس في مدرسة كتاب وعدي في مدرسة ثانية يقول لهم كله اربعة اتقاس مكتابة ما اخلي المدرسين مؤهلين ومدربين في مدرسة وفي مدرسة ثانية ينقصهم التدريب والتأهيل الانصاف ده بيجي في كل ما اقوم في مدرسة فيها مكتبة مدرسة ما فيها مدرسة فيها معمل مدرسة ما فيها الى آخره لازم تكون النس تتساوى في المعمودة فاذا التعليم الجيد والمنصف والشامل لجميع الفئة العمرية المحددة وتعزيز فرصة التعليم مدى الحياة يعني شؤده عشان كده الحفظ ده ما عنده اي قيمة يا ما حفظنا وحفظنا انسينا الصينيين عندهم مثل يقال انه يعود اليكم في الشيص يعني قبل الاف السنين بيقول اسمع وانسى اسمع وانسى ارى واتذكر افعل وافهم نحن هدفنا الفهم هدفنا هدفنا الفهم وهدفنا نعلمه كيف يتعلم لانه مع الانفجار بتاع المعرفة الحاصلة ما بتقدر تعمل كل حاجة ما بتقدر تدرس كل حاجة انت تدل ادوات التخليه براه وبعدين لانه بعد ما افرد قرر عشرين سنة بيطلع برا المعرفة المعرفة متفجرة عاوز يواكب لازم يعرف كيف يواكب كيف يعلم نفسه فده الاساس لحسا بيقى الاساس بتاع التعليم تعلم الطفل ده كيف يتعلم الاستاذ مالك قال لي انا ماري طالع من البيت عنده ولده صغير قال لي انت ماشي للمؤتمر بتاع الوزير ده عليك اللي اكلمه قل له ماذا لنحفظ طف عارف مصلحته شرطة الناس كثير بيقول لك الاطفال يعني في المدرس تقول لهم تدخلهم في مجالس المجالس بتاع المعلمين والآباء لا يدخل فيهم الطلبة قال لي بيعرف مصلحته بيعرف تتكلم عن المنهج صعب ما صعب جاف ما جاف الاستاذ بدربني ما بدربني البيئة المدرسية كلها عنده عنده ضيارات لازم تستمع لهم ليل اصطع اصحاب مصلحة فاذا هذا هو انه الكلام ده بحلول عشرين ثلاثين عشرين ثلاثين لازم يكون في تعليم جيد للجميع منصف وشامل ما تخلي تربية خاصة زوري الحياة خاصة بعيد ولا تخلي نازحين بعيد ولا روح البعيد وتهتم بالآخرين فهذا الهدف اللي هو الهادي بتاعنا والبوصلة بتاعتنا في اعداد السياسات عندنا تحديات اساسية زي ما شفنا انه فرص الوصول الى المدرسة ضعيفة خاصة في مرحلة الثانوية 40% وفي التعليم قبل المدرسي 46% بالأساس قالوا 73% ده كله ضعيف نحن مفروض 100% ده الالتزام ده الالتزام بتاع البند الهدف الأنفية التنمية المستدامة الرابع فلازم نوسح الماعون بتاع التعليم في كل المستويات قبل مدرسة اساس وثانوي جودة التعليم شفنا ان الطلبة دين ماذا دين نتعلم وده دائرة دائرة ده شغل شديد وكبير مجهود جبار وهذا كله يجب ان نراعي الانصاف والشمول ثم نجي تحديدا في التعليم قبل المدرسة نحن خطتنا انه السنة الجاية يكون ستين في المية قبل المدرسة بل ستة واربعين الحالي والسنة اللي بعدها تمانين في المية وبانتهاء المرحلة الانتقالية نجيب ان نصل الى مية في المية ده الهدف ثم نجي لمرحلة الاساس ما اتكلم عن نسبة الاستيعاب يعني في كل الست سنوات بتاعة المرحلة الابتلائية دارين نبتدي بالصفة الاول تذكروا انه الهدف تعليم جيد مجاني ومنصف للجميع نحن صراحة ما عندنا القدرة بتاعة الموارد اللي كانت مالية او بشرية عشان نجي الليلة نقول من السنة الجاية التعليم مجاني لكل الناس في المدرسة ما فيه لكن حسب الوضع اللي عندنا نستطيع ان نبين نحن كحكومة اننا نحن جادين في مسألة التعليم المجاني والمنصف للجميع بدون استثناء فرأينا ان نحن من السنة الجاية اي طفل عمره ستة سنوات يجب ان نضمن له موقع مش موقع تحيش شدرة لازم يكون عنده موقع في 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 صف لانه نحن ساقتلين عندنا عشر الف فصل ديل قشت وما عنده سجف او شدرة او شمس هذا الواقع نحن عاوزين نقول انه السنة الجاية اي طفل لازم يكون قاعد في صف تمام صحيح ومجاني ومجاني ما في زوليجي يقول لدينا رسوم مدرسة ادفع للكتاب ادفع رسوم انتحانات ما في ده انتزام نحن ملتزم مش زي اوار تذكروا الانتخابات الديمقراطية الاخيرة كان فيه كاركاتير لطيف جدا زوجه زوجة واضح من الكاركاتير بعد اللون في عنقريب تحبل مهترق فقر جدا الرجل ده عنده بس توب لاف وبيهنه وبيهنه وجسمه ثاني عريانه ما فيه حاجة ولابز له شب شب رابطه ربط وزوجته شب شب برضو مقطع كده ادفع الناس فغر جدا المال بتقول لزوجة قلت ليه تا فلان انا سامع في الناس ديل في الرادي بيقولوا البرنامج البرنامج الانتخاب قال ليه انت تذكر زمان انا لما خطبتك ما قلت لك حاجة بليك وحاجة بليك وحاجة بليك قال ليه الحيل بتذكر قال ليه بيهود البرنامج الانتخاب انا اما في مرحلة فالقبول كل الطلاب عمر 6 سنوات لازم مجاني للجميع اما في مرحلة الثانوية فحنزيد التركيز بتانا دارين عالي الخلل البني ودفع الفن هذا فحنزيد التعليم الثانوي كله اما في الاكاديمي فالسنة الاولى من اربعين يصل الى خمسين الاستيعاب وفي السنة اللي بعدها خمس وستين والسنة اللي بعدها تمانين من الفئة العمرية المعنية اما في الفني فنحن دارين انه يكون نسبة طلاب الفني من مجمل طلاب الثانوي من ثلاثة نبدأ بعشرين وذي غفزة كبيرة جدا والسنة والسنة اللي بعدها نجد خمس وثلاثين والسنة نهاية المرحلة المتقالية نادرين طلاب الثانوي الفني يكون قدر الاكاديمي خمسين خمسين ده الخطة ده الخطة قد يكون لكم رأي آخر والناس الأغاليم عندها رأي آخر نتفاكر معاهم حول المسألة دي نجل الجودة الجودة برضو الكلام كتير لكن باختصار شيء جدا نحن هنعمل نمر واحد الجودة قصة عندها ركستين أساسيتين المنهج والمعلم وطبعا البيئة المدرسية مهمة جدا لكن بس أنا حس داير أركز على الاتنين دي أورر نحن نظرتنا شنون أول حاجة بنعمل مراجعة شاملة للمناهي من الروضة وحنبدأ اللغة الإنجليزية من الروضة ما صف تالي زي ما معمول بيو حسن لكن هم حاجة مراجعة شاملة وتأخذ في الاعتبار التجارب العالمية المتميزة وتأخذ في الاعتبار واقع السودان تعدد ثقافات وتعدد دول مشاكل مشاكل الحروب والسلام وتأخذ السياق السوداني في الاعتبار لكن في معايير فيما اختص بالمستويات الأكاديمية وجودة المنهج ومتانته دي معايير عالمية متعارب عليها ونحن ما ننسى أنه القوقف دا بيقى لنقول بيقى غريا واحد فلازم تتفكر برضو إقليميا وطنيا وإقليميا وعالميا في إعدادك للمناهج الحاجة التانية هنعمل تكسيف لمسألة تدريب بتاع المعلمين خاصة هنركز على الإنجليزي لغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم بعدين يعني دي حاجة مدفشة جدا هل لعقل أنه أنت تدرس علوم لغاية ما تصل تدخل الجامعة يقول أنت ما سمعت بحاجة يسمى تجربة العلوم دي أصله لو ما في تجربة ما في حاجة يسمى ذات علوم ما ممكن تكون مجرد نظري فإن عندنا حسن الناس بيغرؤوا ما في معامل لا في الأساس لا في السنوات ده وضع لا يستقيم يجب أن يعالج فنزود المدارس بالمعامل في الجودة أنا داير برضو يعني هنا أختهز الفرصة دي وأشيد وأحيي بعدد كبير من السودانين يعني بدون ما في زر في عدد يتكلم معهم شعرين بأنه التعليم دا حاجة مهمة وفي حاجة يغلط فيه ولازم يساعده ففيه مبادرات كثيرة جدا والغطاء الخاص بعد يساعد وأفراد بس تلقى زي ما يقوله قلبه دا حارب يقوم طوالي يعمل ففي عدد كبير من المبادرات ونحن يعني نحييهم ونشد بيهم ونقول لهم تعال نقعد مع بعض وننسق فلو اتصلوا بالمكتب في الوزارة عشان نجي نشوف طريقة نقعد كلنا مع بعض وننسق الجهود ما يكون كل واحد ما يكون كل واحد ماشي في اتجاه وكلها اتجاهات مصمرة ومفيدة لكن بالتنسيق بيكون النتيجة أجهد فمثلا فيه مبادرات مشروع المكتبات مكتبات الأطفال دي مش مية تمانية وعشرين المكتبة من ثلاثمائية كتاب وفي أغلب الأحيان بيكون في شخص واحد يقول لنا جماعة أنا متبرع عليكم بمكتبة بس خدتوا لي في مدرسة فلان خدتوا لي في المدرسة في القرية الفلانية إلى آخره حسهم لغاية الليلة شيدوا أكثر من ألف وربعمية مكتبة في الأساس مرحلة الأساس نحن ناوين نبدأ في السانو المرحلة السانوي هننشي مدرسة مكتبة من مئتين وخمسين كتاب ابتداءا في كل مدرسة سانوية وزي ما قلت في المبادرات دي كثير جدا يعني أنا بعرف عدد من المقتربين دي اللي بيكونوا بنوا مدرسة كاملة في أقواء قرام ففي المبادرات كتيرة أيضا لا بد أن نهتم بالوضع الاجتماعي والمهني والمادي بتاع المعلم لأنه التعليم أصبح مهنة طاردة وما في حاجة يستمع التعليم جيد بدون ما يكون المعلم يعني عنده رغبة في المهنة بتاعته فلازم نعمل نتبنى سياسات تجعل من هذه المهنة مهنة جازبة أيضا هناك مبادرة عالمية بتضع مدارس في مستوى متقدم جدا يعني كثير جدا من الناس بيتكلموا عن المدارس في سنغافورة التعليم متميز المدارس في فنلندا إلى آخره فهم هؤلاء الشباب الفرقل وفي بينهم عدد من السودانيين منضمين للمجموعة وبتنشي مدارس على هذا المستوى مستوى عالمي وأنا ما شاهد أي سوب يخلينا نحن ما نحلم بأن يكون عندنا المدارس ذي هذه المطلوب هو في نهاية الأمر إرادة سياسية أن تقول أنا حعمل لو أنت قررت ما في مشكلة فنحن مفكرين في أنه نسميها مدارس القرن الواحد والعشرين عشان نوري أن نحن عايشين في القرن ذا والمدارس ذي هننشئ منها عدد بسيط جدا كنموذج كنموذج عشان بعدين الناس يشوفوا النموذج ذا هل فعلا حاجة مختلفة والمخرجات بتاعاتها طلاب اللي بتخرجوا من المنظومة المدرسة التعرقان الواحد والعشرين دي مختلفين بصورة جزرية من الطلاب الآخرين اللي بتخرجوا من مدارسنا أن نحن ماشيون نظام بتاعنا دا ولا لا فنحن قررنا أن نذهب في هذا الاتجاه وندعم هذه المبادرة ونتبنها ويكون عندنا تعليم على مستوى عالمي مع برور الزمن نحن ما نستطيع بغرار سياسي نقول كل مدارسنا نعمل في مستوى فنلندا ولا أعلمي في فنلندا ولا في زنغافورة بعدين طبعا الإنفاق ده شيء مهم جدا الحكومة التزمت بأنها تضاعف مستوى الإنفاق على التعليم وستصل تدريجيا إلى 20% من الإنفاق العام من زينة الدولة ستخصص للتعليم وده المعيار المتفق عليه عالميا أقل من كده أنت ما تقدر يكون عندك تعليم واسع للجميع وجيد استهيل في جزء أخير لما احتلئوا أنا من البداية أنه إشراك الناس في عملية صنع الغرار سهل جدا نحن نشط السياسات دي كلها نمش نقعد ونعمل مزانيات تاعتها ونوديها لمجلس الوزراء يقرها ونوديها لمجلس السيادة والمجلس الوزراء مع بعض لأنهم مع بعض دعموا المجلس التشريعي ونعرضها عليهم ويقروا ونعلل للجميع دي السياسة بتاعتنا في مجال التعليم العام لكن أفتكر بيكون أفضل أنه نحن قبل ما نتمنى أي سياسة نمشي للناس في مواقعهم وزي ما قلت في الأول أتمنى أن يكون شاهدون أو سمعوا عن الكلام ده أو حيروا عنه في الصعف بخرة ونقعد معه وكونوا ناقشوا في حوله ونمشي نقعد معهم ونستمع اليوم نشوف يقول لنا أخي أنتوا أنتوا ما طموحين دي 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 أرقام بسيطة جدا ليه عشرين في المئة التعليم الفني وبالراحة كذا المهم نستمع اليوم ونستمع لآراء في كل ما زهدنا إليه وبعد من مرعى الأقاليم كلها نجي نقعد ونلخص الآراء بالجميع ونصل نصل إلى وثيقة نعتبر ما توافق عليه أهل السودان فيما يقتصب التعليم ونعرض في مؤتمر قوي وتصبح بعد ذلك إذا أجاز المؤتمر تصبح هي الوسيقى الملزمة بالنسبة للمرحلة التعليمية وأخيرا أقول أبدأ بأن نحن المسألة دي ما مسألة وزارة وبس دي دائرة جهة جماعي دائرة جميع كلنا مع بعض العند مبادرة والمعند مبادرة نخذ أيدينا فوق أيدي بعض وبالتناصر وبالجهد نمش لقدام مع بعض من حالة الانهيار اللي وصفنا لكم وشوفتوها بعينكم إلى مرحلة الازدهار وشكرا شكرا جزيلا لبروفيسور محمد اللمينة التوم وحقيقة هذا لا تنطبغ عليه كلمة مؤتمر صحفي بقدر إنها هي محاضرة حقيقية تشخيصية لوضع التعليم نحن كنا نستغرب أيام الغيادة العامة عندما الشباب يقولوا لا تعليم في وضع آليم الآن بهذا التشخيص الدقيق حقيقة التعليم في السودان في وضع آليم نحن بنشكر البروف وبنشكر السورة التي حقيقة أتتنا برجال هم الذين سوف يغودون سفينة هذه البلد إلى بر الأمان وشعب السودان العظيم يستحق مثل البروفيسور اللمينة التوم والآن الفرصة متاحة لكم الإخوة الإعلاميين من كل الوسائط الإعلامية لتغديم أزيلتكم واستفساراتكم كما أرجو شاكرا ذكر الإسم واضح والمعصة الصحفية التي يدبع لها الصحف ولو اتكرمت يعني لأن الصحفيين كثيرين بندي لكل شخص سؤالين ويخش في السؤال مباشرة تفضلوا السلام عليكم أنا صابر حامد لانتباه بسأل سؤالين بما يختص بالمناهج هل خلال الفترة المغبئة أو الفترة الانتغالية حيتم تغيير في المناهج الحالية وبالتحديد منهج التربية الإسلامية في الأساس يعني الطلبة بيعانوا معاناة بالغة من بالتحديد من الصور يعني بتلقى طالف مثلا في تالت أساس بتلقى صورة الطارق وغيرها يعني فيكون الموضوع غبارة عن حفظ يعني هل حيطال التعديل بالتحديد التربية الإسلامية فيما يلي الصور وغيرها والمناهج والصورة عامة شكرا بسم الله الرحمن الرحيم نهيد محمد صحيفة الوفاق صحيفة الوفاق بسأل عن الخطة بتاعت وزارتكم للعام عشرين عشرين ما عرضت في المتمر ما تناول تنهاي التعليم الخاص بخصوص اللجنة الوطنية لهيكلة الوزارة هل هددتم صقف زمني لرفع التقرير لمجلس الوزارة أبرز التحديات الممكن تواجهكم خلال المرحلة الانتغالية شكرا اللجنة الوطنية تحت الخبراء هيكلة الوزارة هيكلة وزارة التعليم حددتم زمن لرفع التقرير لمجلس الوزارة بسم الله الرحمن الرحيم أنا رحمة اسماعي الدبكراركاتي الصحفي ومركز الحاكم للخدمات الصحفية السؤال الأول السيدة الوزير نعلم أن معسكرات النازحين وباللخص ولايات دارفور وعلى رأسها معسكر كلمة وفي ولاية يمال دارفور الزمزم وبشور نسبة التعليم في هذه المعسكرات زيرو في ناس توردوا في المعسكرات بدون تعليم ما هي المعاليات الآنية اتنين هل تطرقتوا للبلد التحتية لمدارس الأساس وخاصة رئية الخرطوم وهل هذه الفترة كافية يعني عملت مسح كامل لكل ما يدور في التعليم في السودان تحدست عن المعلمين أنفسهم معظمهم خريجي سانوي وقلة اللي حملت الباكلاريوس وقلة أيضا يحملون الباكلاريوس وخريجي تربية هل ستضعون شروط جديدة لمن هو الذي يقود التعليم في المرحلة المقبلة شكرا جزيلا طيب بسم الله رحبا الرحيم مصطفى عبيض الله قناة الشروق الخضائية زمان كنا بنسمع فيما يتعلق بالتاهيل تاهيل المعلمين فحي اسمها المعايرة التربوية يعني بتشبه المعادلة للناس القانون هل المسألة دي انتو حتمشو بيها خاصة في الناس اللي بكونوا بيحملوا الشهادة الثانوية فقط في مرحلة الاساس اما ان القرار سيكون حاسم للذين يحملون بغلاريوس في التربية السؤال التاني بسأل عن التعليم الخاص ما له وما عليه خلال خطتكم وكالة السعودال للانباء اسماعي بغض الله وكالة السعودال للانباء تكلمت عن عدم الانصاف في التوزيع بين المركز والفارغ في الولايات والريف يعني فانا بس سأل في الحتة دي هل مزئولية التعليم هي اتحادية ام ولائية يعني فيما يخص التعليم وادارته تمويل وكده سابغا ومستقبلا بالنسبة لي فيما يخص التدريب يعني في النقطة مهمة يمكن كتير من المعاهد التدريب اتحولت لكليات جامعية وزي محهد المعلمين العالي محهد الفني في معاهد التدريب وهي كانت مهمة جدا بتأخذ المعلمين للمرحلة المتوسطة في كلية المعلمات للأساس فهل هناك اتجاه لعادة هذه المعاهد حتى نضمن المعلم المتخصص والمتدرب في حتة برضو مهمة بتاعة المناشط المدرسية هل في خطتكم عودة للمناشط المدرسية وهي جزلات تجزأ من يعني الأهمية بالنسبة للطالب من رياضة ومكتبة وجمعيات وخياطة التدريب بالنسبة للبنات الفجوة برضو في التعليم بين المركز والولاية أنا بفتكر برضو فيها جزء من عدم الوعي يعني أو الوعي يعني احنا يمكن نلقى في بعض المناطق ما في وعي خاصة فيما يخص تعليم البنات والأولاد فهل في توجه في الوزارة لأنه زيادة الوعي بالنسبة لهذا الفارق وخطتكم لشنو لإزالة هذا الفارق بين الريف والحضر والبنات والأولاد شكرا جزيلا بسم الله الرحمن الرحيم الاسم جادين أحمد جادين قناة المعرفة التغير طيب أنا بالواقع على عايش حاليا أنا بقدف لأخدم في إحدى الملارس الثانوية يمكن أقول لأستاذ بدرس مواد أو بدرس حصص في الإسبوع خمسطاير حصة أو في اليوم لقول ممكن خمسطاير تقول لي في اليوم عادي مثلا في المدرسة اللي بدرس فيها في أستاذ إنجليزي واحد فيه كانت أستاذة تانية لكن أصاب سرطان وحاليا مقعدة في البيت حاليا في أستاذ واحد النغاب بتاعت التعليم أو الوحدة الموجودة الموجودة في المنطقة الفيانة ما قدمت أي أستاذ ثاني جابت أستاذ هنا من الحاجوسي ونعين المدرسة في ولاية الجزيرة تابعة لمحلة الكاملية الحاجوسي عندها يومين تجدرس في اللغة الإنجليزية والطلوب حاليا كابتر ون أو كابتر تو ما حصلت بالذات ناس المرحلة الثانوية أو بالذات الصفوف التالت سواء كان أدبي فهل في معالجة سريعة للحاجة مع أنه الامتحانات على الأبواب شكرا بسم الله الرحمن الرحيم الفاتح أمير صحفي كاتب صحفي ومؤسس من مؤسسين صحيفة التعليم التي أوغفتها وزيرة التعليم السابعة أتمنى من السيدة الوزيرة على هذه الصحيفة الحقيقة يعني صحيفة التعليم نعم كانت في وزارة التربية والتعليم صحيفة كانت يعني منتشرة توزع مجانا كانت في وزارة التربية والتعليم أوغفتها للوزيرة سعاد عبد الرازي كانت منبر لكل المعلمين وكانت رسالة رسالة المعلم الحقيقة ده نقول للسيدة الوزيرة ان التعليم ده يعني بحسب خبرتنا وجولتنا في المدارس والشي الحاصل داخل المدارس التعليم بتاع الاساس ده اول شيء يحتاج لورشة ورشة لمناغشة حاجات كتيرة منها البيئة المدرسية ومن ضمن البيئة المدرسية ده حوادث حصلت كثيرة في المدارس داخل المدارس في الفترة السابقة النظام السابق ما اشتغل بها ولا ادى اهتمام كم المعلمة ماتت ووقعت في بليوسي يعني البيئة المدرسية ده محتاجة انا باحتبر ان الشغل ده ده الورشة ورشة بتاع عمل كل الصحفيين وكل جزء من المعلمين ودارات التعليم يشاركوا في الورشة ده خاصة من تعليم الاساسها فيوا حاجات كتيرة داخل المدارس منها الرسوم هي ما رسوم مدرسية لكن بيقولوا عليه شنو مساهمات من الآباء بشاركوا بيئة عشان انهم باولادهم بدل ما يدفعوها للمعلم في دروس خصوصية ويعملوها بدل يدفعوها للمدرسة عشان المعلم ده ذاته يهدل لهم الطالب بتاعهم فانو مفتكر الشغل ده دائر ورشة ورشة كاملة للتعليم الاساس الناس تتناغش فيه منه تطلح توصيات التوصيات دي الوزارة تدخس فيها غرار ده موضوع الموضوع الثاني يا سيد الوزير الغرار بتاعقوبه للطلاب بالاحياء في كليات الهندسة الجامعية وهذا الغرار يعني غرار ظالم للطلاب يعني لاحظنا كثير من طلاب الطلاب يدعين الهندسية في المرحلة الثانوية يعني مش مئزين من هذا الغرار يعني انا ما اعرف دور وزارة التعليم العامل بيدي اهل الطالب بتاع الاحياء والطالب بتاع الهندسية بيدي اهلهم على السن يمشوا للجامعة هناك تجي الجامعة بالطالب الاحياء الساقط فيه المادة بتاعت الاحياء تدخلوا يمشي يقرروا فالغرار ظالم للطلاب بتاع الاهنيو وظالم للمعلمين ذات المادة بتاعت الهندسية دخلت في 2000 2000 بديل لمادة الرياضيات الإضافية فما عرف دور وزارة التربية والتعليم شنو في الغرار يعني الغرار بتعني الطلبة يتأهلوا هنا هندسية يدرسوا هندسية يعني يتخصصوا هندسية هنا ميساق هندسي وميساق علمي هندس وميساق علمي أحياء لما نشاء هذا الجامع سقط في الأحياء يخش يدرس هندسية أنا ما عرف الوزارة دوره شنو في الحاجة دي وكلام ده كله في العهد السابع يعني العهد الظالم وأنا والله من هذا المنظر يعني للأسف الشديد بس ما دعنا أبوه شي تحياتنا لكل الشهدة وعلى راسم الشهيد المعلم المربي معرفتنا معه علاقتنا معه يعني في المفروض هو تكلم ما نقوله لكن الانفعال بتعلينا الواحد يتكلم يعني فأنا أتمنى من أنه الوزارة يعني يكون لها دور في هذا الغرار الجاير على طلاب الهندسية جزاك الله السلام عليكم ورحمة الله مصطفى الزواوي من قناة طيبة تحدثت سيد الوزير عن جودة التعليم في الكثير من المحاور لكن كنا كثيرا ما نحلم بال إذا ما كان هناك محتوى يتم تدريسه لكل المراحل المختلفة الوسيلة التي تقدم بها هذا المحتوى كنا كثيرا ما ننظر إلى الدول المجاورة هم يلقون أبناءهم أو طلابهم بوسائل كثيرة هي وسائل تكنولوجية وسائل حديثة الطريقة التي يقدم بها المحتوى التعليمي فهل للوزارة اتجاه لتطبيق مثل هكذا وسائل أم ماذا؟ شكرا جزيلا هو سواء واحد فقط سواء الثاني جميلة أعطي السواء فضل يسواء أعطي السلام عليكم وسائل سليمان محمد مبادرة دونات ويدوكيت الوزير تحدث عن المشاركة بين المبادرات وكيفية التعامل معها احنا بيتواجهنا مشكلة المشكلة الإعلامية في أنه ما بنقدر ننشر المبادرات دي إعلاميا داخل السودان هنا فالتدابير الممكن تنتخزها وزارة التربية والتعليم ووزارة الإعلام في أنه تساعد المبادرات دي فينا تنتصر داخل وخارج السودان سواء الثاني جميلة السلام عليكم ورحمة الله عز عمر نصر صحافة حرة عز عمر نصر صحافة حرة عايزة أعرف المناهج هتتغير السلم التعليمي هل هيكون فيه امتحان مفصلي للصفة السادس وهل هتواصلوا بنفس طريقة النظام السابق ولا هتغيروا التعليم والمناهج شكرا 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 لكل هذه الأسئلة ولحظت أنه في عدد منها باتصل بقضية العلاقة بين الوزارة الاتحادية والولائية وذي فيه إشكال الوزارة الاتحادية ما عندها أي اختصاص فيما يتعلق بإدارة وتمويل المدارس في الولايات كل شأن ولائي ونحن بنرى أنه هذا وضع ما بيستقيم صحيح أنه نعاوذين أنه يكون فيه مشاركة حقيقية في صنع الأقرار ومتابعته ومراغبته إلى آخره لكن ده ما ممكن أنا طلب مني اختصاصي أضع المناهج وأدرب المعلم وأضع تاهيل حد الأدنى لمؤهل المعلم وإلى آخره وأتفرج ما ممكن فنحن عندنا رؤية لمعارجة هذا الوضع وشرعنا في صياغة قانون جديد فيما اختصب علاقة الوزارة الاتحادية بالوزارة الولائية ولكن ديها عملية حتأخذ بعض الزمن على بالما يرسل إلى وزارة العدل عشان تجيز الصيغة الغانونية ويعرض على مجلس الوزراء ويشارق فيه الولايات ذات نأخذ رأيها وفي الآخر نتبنى محصلة نهائية لكن ما في أنا أفتكر كل شخص عنده في منطق بيقول أنه إذا أنا مسؤول عن هدف التنمى المسلام الرابع اللي بتكلم عن تعليم الجميع وتعليم جيد ومنصف وشامل وأضع السياسات وأتفرج لازم تكون في آلية تخلي أنا يكون عندي دور ونتشارك مع الجهات الأخرى خارج المركز في أنه مع بعض نصليه كيف لهذا أسئلة يعني مثلا السلم التعليمي أقر أنه سيكون ستة ثلاثة ثلاثة ولكن متى سنبدأ المرحلة المتوسطة الآن في المرحلة الجديدة وصلوا إلى الصف الخامس السنة الجاعة سيكون السادس فالمسألة تدريجيا تنتهي المسألة تداء من السنة البعد الجاية فيما يختص بالمبادرات زي ما قلت فيه المبادرات كثيرة جدا وعاوزة تنسيق يعني فيه واحد إحدى المبادرات الجديدة اسمي احتويها قريبا أنا مبادرة اسمها تترجم هي بدأت في أمريكا اسمها تبرع لتعلم ومبادرة يعني فيها ادع يعني في المبادرة بيطلبوا من في الأول يعني خاطبوا السودانيين في أمريكا لكن في الآخر أصبحت عالمية وبقولوا لكل شخص يعني أنها بس تتبرع بدولار واحد في الشهر فقط وأنا شايف ده يعني حاجة ممكن عدد كبير جدا من السودانيين تبرع بدون ما يلتفت يعني بسخاء وفيه مبادرات غير كثيرة زي ما قلت أنا أشرت فالمطلوب فعلا هو التنسيق بين هذه المبادرات السؤال اللي بيختص بطلاب الأحياء دي أنا كان وصل اثنين قبل يوم الأربع أو الثلاث ثلاث أفتكر أو الثلاث مذكرة من عدد من معلمي التعليم الثاني والفني وبيصف فيها الوضع ده أنه كيف طلاب أحياء يسمحوا لهم بأنه ينقدموا لكلية الهندسة والنقطة بتاعتهم الرئيسية بكل المسهر دي فيها عدم انصاف بالنسبة لطلاب العلوم الهندسية في المرحلة الثانوية في المرحلة الثانوية لأنه طلاب العلوم الهندسية لو ما كلهم أغلبهم بيكون متجهين نحو الكلية الهندسة فأنت لما تدخله تسمح لطالب الأحياء يقدم لكلية الهندسة طالب الأحياء أساسا هو مستهدف كلية الدرسات الطبية لو كان الطب والصيدل والأسنان إلى آخرين والمنافسة عالية جدا في كل يدي يعني يمكن تجيب يكون عندك تسعين في المية وما تخش فهيمشي على الهندسة وبالتالي حيخلو ضغط على طلاب العلوم الهندسية لأن الطالب العلوم الهندسية في غياب المنافسة دي ممكن بـ 85 87 يخش كل الهندسة فديل حيضيق علوم في رسهم فبتكون المنافسة ما عادة وأصلا هو ده ما هدفه فنحن عرضنا المذكر دي على وزير التعليم العالي وقال عنده اللجنة وحتنظر في الأمر ده ولقيتها أنه هي على علم بهذه القضية التعليم الخاص فيه نحن كونا ليه اللجنة ليه حزي شغال ليه عشر أيام وبتنظر فيه وبتنظر في قانونه لكن أيضا في نهاية الأمر يجب أن يتم في إطار العلاقة الجديدة بين الاتحادي والولائي ليه بالقناة وهي الأن من هنا ا Believe stay in peace فالأنت الول pharmacy التي قولناها انتهت من كه الاستخدم 渡 خاصية المترجم لما هذا للثاني هو وهي وهي هي الاب وهي عن الأمر جديد هي لا ترى لوزارة العمل ووزارة العدل للصياغة الغانونية وإجازته وبعدها نمشي على مجلس الوزراء في سؤال في الأول كان أفتكر لو سمعته صاح العدد المهول بتاع السور في التربية الإسلامية البطل بالطلاب نعم نعم فنزل ما قلت نحن ستحصل في مراجعة شاملة للمناهج وذي ما قلنا يعني هذة حاجة غريبة يعني ذي ما انت شفته أربعين في المئة من طلاب الصفة الثالث ما بيعرف يقر فإيه المعنى أنك انت تحفظوا حاجة هو مش مفاهمة ما غادر إقرازاته لكن المهم المدر دي كلها ستتم مراجعتها كل المناهج كل المواد ما حاجة واحد يعني وفي إطار مفاهيم معين يعني إننا مستهدفين الفهم مستهدفين تعلم الطالب كيف تعلم مستهدفين أنه أصلاً من ركز على مسألة الحفظ دي في أي مادة الحفظ العاوز يحفظ بطريقة الخاصة عاوز عاوز يحفظ شعر عاوز يحفظ قرآن كريم عاوز عاوز علوم امشي يحفظ لكن ده المعلم دي ما مهمته مهمته أن فهم مهمته أنه يساعدك لأنك تتعلم نفسك دار تعمل في نفسك مش عمل ففي إطار عام لصياغة المناهج وحتكون المسألة تعالج في داخل هذا الإطار معاهد التربية أي من عام معاهد التربية أغلبها تحول أو حول إلى كليات تربية ونحن من نعتقد أنه الحاجة الأساسية هنا أنه يتم تعاون بين الوزارة وكليات التربية المختلفة أول حاجة هنا بهمنا في المقامة الأول البرامج تأهيل المعلم التي تقدمها كليات التربية المختلفة نحن عندنا فيها وجهة نظر فلازم نقعد مع بعض ونوصل وجهة نظرنا ونستمع لوجهة نظرهم ونتفق على برامج يكون فيها عادة التأهيل لأن التأهيل الموجود البرامج اللي في موجبه تم تأهيل المعلمة الآن نحن ما راضين عنها وبدأنا هذه المسألة بجامعة الخرطوم وقبل ما يقرب من الشهر تغريبا جلسنا مع بعض ووفد برئاسة عميد كليات التربية جامعة الخرطوم واتفقنا على أنه تعمل مذكرة تفاهم تؤثر لهذا التعاون واتخذنا عدد من القرارات من بينها أن عادة النظر في برامج واشياء أخرى ونأمل أنه تقوم على كل كليات التربية في السودان ما أعرف أنا إذا نسيت حاجة المناشط نعم المناشط دي حاجة الحياة اللاصفية دي غاية الأهمية أنت أي معظم الوزارات بتاعت التربية دي تقول ليك لازم تكتشف تساعد التلميذ في أنه يكتشف المواهب بتاعته المهارات مواهب مهارات وتساعد في أنه يطورها وينميها وده المناشط خارج الصف بتلعب فيه دون أساسي فنحن مهتمين جدا لأنه نكتشف منه حيطلع شاعر منه حيطلع موسيقي منه حيطلع درامي منه حيطلع إلى آخره لأنه زي ما شفنا في أثناء الثورة المجيدة دي شفنا في الساحب تحت الاعتصام له كمية الإبداع الشفناء وحاجة خرافية ففي كامن رهيم وسط الشباب والأطفال دين فدي مهمتنا لأنه كيف نعيد مناهج وندخل فيها مغرات غرصة فيها عشان نكتشف المناهج دي ومش من نكتشفه بس تمام نساعد في تلمية التطوير دي حاجة أساسية وحتسهر وحتسهر في صياغة بتاعت المناهج الجديدة هي مش مجرد المواد المعروفة دي وفغض لا أيضا لازم تستصحب معها طبيعة المغرات الغرصة فيها دي وكيف آلية تنفيذة وكيف تدرب معلمين مهم عشان يكونوا نجحين في هذا الاتجاه فهذا مهم أنا لا أعرف لو في في سؤال ما هل من حول المعروفة المعلمة؟ مغراتية شماء؟ هل من حول المعروفة المعلمة؟ مغراتية المعلمة؟ والله في الوقت رأيت الشخصية لا لكن زي ما قلت لك أنا حامشي وتشاور مع عزل كبير جدا من الناس لكي أنا شايف كلية التربية عندنا 38 كلية التربية 38 وحسب معلوماتي بيقولوا نحن لما نتكلم عن في نقص في المعلمين المؤهلين بيقولوا أنه في كمية من خريين كليات التربية عاطلين عن العمل وده يعود سببه في تقديري واحد من أسبابه أنه المهنة أصبحت طاردة فلو نحن اتبنينا سياسات تصلح الوضع هذا تجعل المهنة جاذبة فيه ممكن يعني نستوعب عدد منهم فأتمنى أنه أكون أجبت على لو ما كل الأسئلة أقلها حاجة تدونت وأنا هنا عندي وأشكركم كثيرا على اهتمامكم وأنا أفتكر نحن والإعلام برضو يعني أنا أقدر وأشجع أنه يكون أنه يكون الإعلام عنده دور ناقب لكن أيضا عنده مسؤولية عنده نظام تعليم منهار شاعدونا في أنه نحن كيف كلنا مع بعض نمشي قدام شكرا أما وكالة السوداء للأنباء لا يسان إلا أن نشكر هذا العالم الجليل بروفسر محمد اللمينة التوم وبشكر الإخوة الإعلاميين على هذا الحضور الجميل كما أشكر